قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها المحبة محبة العبادة محبة الله محبة الشركية محبة الأوثان والأنداد والأصنام قال والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار والقرآن جاء في شأن النوعين وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوود المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذلل والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين يعني لا يؤمن أي الإيمان الكامل وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر يعني كم لا إيمانك فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه قال فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله والشيء قد يحب من وجه دون وجه وقد يحب بغيره وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الألوهية إلا له ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع هذه عبارة وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده النبي لا يحب لذاته الملائكة وإنما كما ذكر رحمه الله تعالى الشيء الذي يحب من كل وجه هو الله هو الله بقي حديث اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يقربني إليك ما حاله؟ أبو الحسن الحديث فيه ضعف انظر اللهم إنها في ضعيف الجامع فيه ضعف لكن العدلة كثيرة جدا التي تدل على يعني ثبات وتقديم يعني محبة الله جل وعلا وفي قول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموالنا اقترفتموها وتجارة تخشونك سادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فحب الله يقدم آيها التي ذكرها رحمه الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والمحبة هي أصل كل خير كما مر أصل العمل هي المحبة لا يتقدم ولا يتأخر إلا عن طريق المحبة إلا عن طريق المحبة قال وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل نعم من حق وباطل فأصله الحب أصله المحبة